ما حدث ما كانش فيه رفاهية الاختيار بالمناسبة يعني لم يكن هناك رفاهية اختيار للرئيس ولا للحكومة فإن تختار نمشي إزاي لأن البدايل مرة وكانت بدايل معناها يعني إن احنا بننهي أو بنتراجع خطواتها إلى الوراء ما نعرفش التعالج إزاي فبالتالي كان المواجهة ضروري فبدأت المواجهة بدأت عملية الإصلاح مصر قطعت شهد كبير جدا ويمكن رئيس كمان لكل لقاءاته بيوضح ده وهو بيبقى مقدر العبء اللي المواطن عارفه ودايما بيشيد بالمواطن المصري بيعتبره البطل اللي تحمل هذا العبء لأن ده حقيقة ده حقيقة يعني إن المواطن المصري عنده حالة هيلة وفعلا يستحق الإشادة وتحمل وتحمل وإنه تفهم وإنه صبر الآن إحنا في الأمطار الأخير يعني تبقى للكلام الرسمي والمعلن وغير الرسمي حتى الزيادة التي حدثت في الوقود هي زيادة الأخير بعد كده بنيجي لمرحلة تحرر الأسعار تحرر الأسعار بمعنى إيه؟ ممكن عشان باخده ناخد الجانب الإيجابي من الموقف لأنه ممكن حد يسمع تحرر الأسعار لو قلتها بمعناها لا 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 أقوله ده فيه معناها حاجة تانية إنه ممكن الأسعار تنخفض هيرد برضه علي يقولي هو فيه حاجة في مصر بتنخفض فيه لسه كان حديث عن مكارون أقوله لا أيوة إحنا ما كناش متعودين على كده لأن كان الاقتصاد مصح الأليات ماشية غلط وبالتالي ما كناش اللي كان بيحصل في العالم ما كانش بيحصل عندنا أنا بقوله لا دلوقتي لا الأسعار ممكن تنخفض وممكن سعر لتر البنزين دلوقتي مش دلوقتي يعني ممكن بعد 3-4 شهر كمان نتلاقي نخفض ليه؟ الأسعار العالمية انخفضت طبيعي جدا لازم الأسعار العالمية في مصر تنخفض صحيح وهكذا انت بترجع بقى لأليات محترمة ومنضبطة بيبقى بتحقق صالح المواطن وقليات طبيعية ما بتعملش حالة خداع وهمي للاقتصاد المصري ما فيش خداع بقى انت بيبقى الاقتصاد فيه شفاف فيه أليات عرض وطلب ده بيساعد في حاجاتك كتير جدا بيساعدك في الصناعة مثلا بتقدري تعملي صناعة كويسة بتقدري تعملي زراعة كويسة بتقدري تعملي متخلات اقتصادية أيا كان نوحها بشكل جيد وطبيعي وبشكل قادر على المنافسة المنافسة لانك انت بتشتغلي في الأسعار تبقى للأسعار العالمية احنا عندنا مزايا كبيرة جدا في مصر نقدر ننفس بيها لان احنا مثلا عندنا العمالة مثلا عمالة أسعارها معقولة جدا اذا كنت بالعمالة الأجنبية عندنا برضو الأمور المعيشية لما تيجي تقارني الجنيه بالدولار والحمد لله الجنيه بدأ يتحسن دلوقتي في مواجهة الدولار بيظل الموقف في اللي بيجي يستثمر في مصر عنده مزايا نسبية كبيرة جدا غير اللي بيستثمر في أمريكا أو في أوروبا وبالتالي لما تعملي صناعة هنا الصناعة دي تقدر تنافس برة بشكل قوي جدا عشان عندها حاجتين هيبقوا في صالحها تماما الميزة الأولى الميزة السعرية الميزة الثانية الجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر